العبرة في الدنيا بما في الظواهر اللسان والجوارع وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر في القلب فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارعه قال الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر تختبر السرائر القلوب وقال تعالى أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارعك كم الإنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه فاسد ها هم الخوارج خوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرأون القرآن ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون ويحطر الصحابي صلاته عند صلاتهم لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إسلامهم لا يتجاوز حناجرهم لا يدخل الإيمان قلوبهم مع أنهم صالح الضوائب لكن ما نفعهم لا تغتر بصلاح جوارحك انظر قبل كل شيء لقلبي أسأل الله يصلح قلبي وقلوبه أهم شيء القلب